ما أريد عمله في هذا الفيديو هو تفكير كيف ممكن أن تكون القوة طبيعية لها سيناريوهات مختلفة بما أنني لا أحب المصاعد سأركز على هذه هنا إذن هنا رسمت أربع سيناريوهات ويمكن تخيل على الأغلب تحدث من نوع من التسلسل إذن في هذه الصورة الأولى هنا سأفترض أن السرعة تساوي الصفر أو طريقة أخرى لتفكير بها إن المصعد هو ساكن وكل شيء سنتحدث عنه في هذا الفيديو سيكون بالاتجاه العمودي هذا البعد الوحيد الذي سنتعامل معه إذن صفر متر في ثانية في الاتجاه العمودي طريقة أخرى للتفكير بهذا هذا الشيء لا يتحرك الآن قد يكون هذا واضح لك لكن التسارع هو أيضا الصفر التسارع هو الصفر في هذه الصورة هنا لنفرض أنني أجلس في مصعد شفاف وأكبس الزر إذن المصعد سيبدأ بالتسارع للأعلى إذن في هذه الشاشة هنا لنفرض أن التسارع هو 2 متر لكل ثانية تربيع 2 متر لكل ثانية تربيع سأستخدم المتعارف عليه إن الموجة يعني للأعلى وسالب يعني للأسفل إذن سنتحرك فقط في بعد واحد هنا يمكن كتابة 2 متر لكل ثانية ضرب متجه الوحدة G لأن هذا يدلنا أين نتحرك سأتركه هكذا هذا يدل على أننا نتحرك في اتجاه الأعلى لنفرض أننا نقوم بهذا لثانية واحدة ومن ثم نحصل على هذه الشاشة هنا إذن ليس هنا سرعة نحن نتسارع هذه 2 متر لكل ثانية تربيع هذا التسارع هنا إذن نقوم بهذا لثانية واحدة وفي نهاية الثانية نتوقف عن التسارع إذن هنا في هذه الشاشة هنا التسارع يسير للخلف إلى صفر متر لكل ثانية تربيع في اتجاه G هذا هو صفر فقط لكن الآن لدينا سرعة معينة ومن أجل التبسيط لنقل أن الشاشة استمرت لثانية واحدة الآن السرعة ستكون 2 متر لكل ثانية في اتجاه G أو في الاتجاه العمودي ومن ثم لنقل أننا نقوم بهذا لعشرة ثوانين إذن نمع سرعة ثابتة نسيل لعشرون متر لقد صرنا قليلا عندما كنا نتسارع نحن نصبح قريبين من الأرض المصعد يحتاج لي تباطأ إذن يتباطأ التسارع هنا هو سالب 2 متر لكل ثانية تربيع في اتجاه G ثالب 2 متر لكل ثانية تربيع في اتجاه G إذن عمليا يتسارع للأسفل الآن ويجب أن يتباطأ ليكون في حالة السكون إذن ما أريد عمله وما يمكن أن يكون قوة طبيعية أو عمودية القوة التي تبذلها أرضية المصعد علي في كل من هذه الحالات سنفرض أننا نعمل قريب من سطح الأرض إذن في كل واحدة من هذه الوضعيات إذا كنا في قرب قريبين من سطح الأرض سيكون هناك نوع من الجاذبية الأرضية إلى الأرض والأرض لديها نوع من الجاذبية علي سأعمل الحساب بسيط لنفرض أنني أمشي بخطة قليلة وأنا 10 كيلو غرام هذا قليل ولكن ربما هذا ابني ولست أنا بالرغم أنه يمكن أن يكون 12 كيلو غرام لكن سأجعل الرقم بسيط إذن لنوضح هذا لا يلزم 10 كيلو غرام هذا خطأ لديه كتلة 10 كيلو غرام وليس الوزن هو قوة بسبب الجاذبية الكتلة هي مقدار الشيء هناك بالرغم أنني لم أجد تعريف متماسك إذن كتلة الفرد للموجود في المصعد هي 10 كيلو غرام إذن ما هي قوة الجاذبية أو طريقة أخرى لتفكير بها ما هو وزن الشخص؟ حسناً في هذه الصورة هنا الكتلة له ضرب مجال الجاذبية قرب سطح الأرض وهي 9.8 متر لكل ثانية تربيع ستساوي الوزن وزنه إذن تسارع الجاذبية الأرضية سيكون سالب 9.8 8 بالعشرة متر لكل ثانية تربيع والسالب يعني أننا نتجه للأسفل إذن نضرب هذا في 10 كيلو غرام القوة للأسفل القوة الجاذبية هي 10 ضرب سالب 9 10 القوة ستساوي 10 ضرب سالب 9.8 بالعشرة متر لكل ثانية تربيع إذن القوة ستساوي سالب 98 نيوتن في اتجاه ج حسناً ماذا ستكون القوة للأسفل قوة الجاذبية هنا؟ إذن ستكون نفس الشيء ما نزال قرب سطح الأرض سنفترض أن مجال الجاذبية تقريباً ثابت بالرغم أننا نعلم أنه يتغير قليلاً مع المسافة من مركز الأرض لكن عندما نتعامل مع السطح سنفترض أن هذا ثابت إذن سنفترض أن لدينا نفس القوة للجاذبية هناك وبالطبع كتلة هذا الماشي لا تتغير بالاعتماد على الصعود لعدد من الطوابق إذن سيكون له نفس قوة الجاذبية للأسفل في كل واحدة من هذه الحالات في هذه الحالة الأولى هنا الشخص لا يوجد له تسارع إذن لم يكن هناك تسارع في أي اتجاه ونحن فقط معنيين في الاتجاه العمودي هنا هذا يعني يجب أن يكون هناك قوة محصلة عليهم هذا من قانون نوتين الأول إلى الحركة لكن إذا لم يكن هناك قوة محصلة عليهم يجب أن يكون هناك قوة معادلة لهذه القوة لأنه إذا لم يكن هناك أي شيء آخر سيكون هناك قوة محصلة من الجاذبية وهذا سيكون متراجع لمركز الأرض إذن هذه القوة المحصلة في هذه الحالة هي قوة أرضية أرضية المصعد التي تدعم الشخص هنا إذن تلك القوة ستكون مساوية للكوة لكن في الاتجاه المقابل وفي هذه الحالة وفي هذه الحالة في هذه الحالة ستكون قوة طبيعية أو عمودية وفي هذه الحالة القوة العمودية هي 98 نيوتن باتجاه جي إذن تعادل ذلك بشكل كامل لا يوجد قوة محصلة على هذا الشخص هنا وستكون السرعة ثابتة للصفر لا تهبط لمركز الأرض الآن ما هي القوة المحصلة على الفرد هنا؟ حسناً هذا الفرد يتسارع وسيكون هناك تسارع يحصل هنا إذن يجب أن يكون هناك نوع من القوة المحصلة لنفكر ما هي القوة المحصلة يجب أن تكون على الشخص هنا يجب القول القوة المحصلة ستكون الكتلة لهذا الشخص وهي 10 كيلو غرام ضرب التسارع ضرب 2 متر لكل ثانية تربيع ويساوي 2 ويساوي 20 كيلو غرام متر لكل ثانية تربيع وهو نفس الشيء ك20 نيوتن للأعلى إذن 20 نيوتن هي القوة المحصلة إذن إذا كان لدينا القوة بسبب الجاذبية عند هذا 98 نيوتن للأسفل هذا هو نفس الشيء هنا إذن سيكون 90 نيوتن للأسفل ونريد قوة ليس فقط لمعادلة القوة 90 نيوتن للأسفل ليس فقط لتبقيه ساكن لكن أيضا تقوم أيضا بـ 20 نيوتن في الاتجاه العمودي هنا لدينا قوة حتى يتسارع المصعد بهذا الشخص للأعلى عنده 2 متر لكل ثانية لكل ثانية تربيع لدينا قوة محصلة مقدرها موجب 20 نيوتن أو 20 نيوتن للأتجاه العمودي أو طريقة أخرى لتفكير به إذا كان لدينا سالب 98 نيوتن سنحتاج 20 أخرى بالإضافة لذلك في الاتجاه الموجب إذن سنحتاج إلى 118 نيوتن الآن في إتجاه G إذن هنا حيث يتسارع المصعد للأعلى القوة العمودية الآن هي 20 نيوتن أعلى مما كانت هناك وهذا ما يسمح للأماشي هنا أن يتسارع الآن لنفكر في هذه الحالة لا يوجد تسارع لكن لدينا سرعة إذن هنا كنا ساكنين هنا لدينا سرعة وربما سنفكر ربما لدينا قوة أعلى معينة هنا لأننا نسير للأعلى لدينا سرعة للأعلى لكن تذكر قانون نيوتن الأول للحركة إذا كان لديك سرعة ثابتة تشمل السرعة الثابتة للصفر لا يوجد قوة محصلة عليك هنا إذن الماشي أو الشخص هنا ستكون مماثلة هنا القوة ستكون مماثلة وعمليا إذا كنت تجلس في هذا المصعد أو في هذا المصعد على افتراض أنه لا يجري إصدام حولها بالمرة ولكن لن تكون قادر على تعرف أن تعرف الفرق للتسارع الجسم لا يمكنه أشعور بسرعة التي ليس لها إطار مرجعي أو لا شيء لرؤيته إذن هذا الماشي هنا لا يعلم هنا إذا هو ساكن أو هناك سرعة ثابتة سيشعر بشيء من الضغط على الجسم لدي وهذه هي العصاب أو الإدراك الحساس له لكن هنا هي مماثلة للحالة واحد ثانية وقانون نيوتن الأول يقول لا يوجد قوة محصلة على هذا إذن هي نفس الحالة الأولى القوة العمودية قوة المصعدة على حذاء شخص هنا ستكون مماثلة للقوة السفلية بسبب الجاذبية إذن القوة العمودية هنا هي 98 نيوتن تعادل بشكل كامل القوة من الأسفل وهي سالب 98 نيوتن إنه في إتجاه جي في الإتجاه الموجب ومن ثم عندما نكون على وشك الوصول للطابق المنشود ماذا سيحدث؟ حسناً مرة أخرى لدينا تسارع محصل أو صافي لدينا تسارع محصل له سالب 2 متر لكل ثانية تربيع مرة أخرى ما هي القوة المحصلة هنا؟ ما هي القوة المحصلة هنا؟ القوة المحصلة هنا ستكون الكتلة للشخص المماشي 10 كيلوغرام ضرب سالب 2 متر لكل ثانية تربيع هذا في إتجاه جي الإتجاه العمودي تذكر جي هي فقط متجه وحدة في الإتجاه العمودي للأعلى إذن سالب 2 متر لكل ثانية تربيع في إتجاه جي وهذا يساوي مساوين لسالب 20 كيلوغرام متر لكل ثانية تربيع في إتجاه جي إذن القوة المحصلة على هذا هي سالب 20 نيوتن إذن لدينا قوة الجاذبية هي سالب 98 نيوتن في إتجاه جي إذن لم نعود ذلك بشكل كامل لأنه ما يزال هناك لدينا قوة سالبة بينما الشخص هنا يتباطأ وهذه القوة السالبة المحصلة هي سالب 20 إذن فقط سيكون لدينا 78 نيوتن قوة طبيعية هنا وهذه تعادل الكل لكن 20 نيوتن من القوة كانت ناقص 20 نيوتن من القوة لأننا باتجاه الأسفل هذا هنا ستكون 78 نيوتن في إتجاه جي في الواقع أريدك أن تفكر في هذا عندما تكون في المصعد المرة الوحيدة التي ستدرك أن هناك شيء يحدث هي تلك التي تكون في المصعد عندما يتسارع أو يتباطأ عندما يتسارع ستشعر أنك أثقل قليلاً وعندما يتباطأ ستشعر أنك أخف قليلاً أريدك أن تفكر قليلاً لماذا عندما يكون متحرك بسرعة ثابتة أو ساكن لستشعر أنك تجلس على سطح الكوكب في مكان ما